بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكل مشاهدي قناة الالي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج الترند حلقة النهاردة بالتأكيد جاية مع بداية الاستعدادات المرتقة بلي المباراة المنتظرة مباراة الاهل والوداد ان شاء الله من النهاردة الفريب يستعد للقاء الاياب اول تدريب النهاردة ان شاء الله لهذه المباراة الهمة جدا مباراة يوم السبت القادم في اياب الدور نصف النهائي لدور ابطال افريقيا حتى الان الاهل لم يحاقق اي شيء المباراة صعبة المباراة قوية بالتأكيد كلنا في ظهر الفريق حتى موعد المباراة ان شاء الله يوم السبت وليدر النادي الاهل يحقق الهدف المنشود ويتأهل الى المباراة النهائية وبأن الفترة الحالية كلنا كلنا كلامنا على بطولة إفريقيا ودور الأبطال والنتيجة اللي اتحققت بشكل إيجابي في لقاء الزهاب بهدفين مقابل لشيء هنعمل استطلاع رأيي النهاردة ونحب بالتأكيد كل جماهرنا في كل مكان تدخل وتشارك معنا في الإجابة على هذا الاستطلاع ورؤيتكم ايه أفضل مباراة النادي الأهلي أداها السنة دي في دور أبطال إفريقيا مهم جدا تدخلوا وتشاركوا معنا من خلال صفحات القناة على السوشيال ميديا الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وفي الفقرة الأخيرة من برنامج التريند هنعرض كل المشاركات ونقدر نقول هو استطلع رأيي كل واحد يدخل يشارك وإيه أفضل مباراة من وجهة نظره الأهلي أداها في دور أبطال إفريقيا سواء من أول الدوري التمهيدي مع غينيا الاستوئية أو بطل غينيا الاستوئية حتى مباراة الوداد اللي أقيمت يوم السبت الماضي في مركب محمد الخامس في كازا بلانك لكن حالة النهاردة فيها عنوين وفيها تفاصيل مهمة جدا نروح بسرعة لأهم العنوين في تريند الأهلي الفريق يستقنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الوداد كمان في تريند الأهلي بعثة الوداد تصل القاهرة اليوم وصلت بالسلامة لمطار القاهرة في التريند العالمي الليلة انطلاق الجولة الأولى في دور المجموعات بدور أبطال أوروبا نستعرض مع حضركم النهاردة أهم المباراة والجولات النهاردة في عدد من المباراة سواء الإفريقية أو الأوروبية طبعا النهاردة في الجولة الثانية أو المباراة الثانية في الدور نصف النهائي لكأس الكونفدرالية هذه المباراة التي تقام في مركب محمد الخامس في كازا بلانكا مباراة تجمع بين بيرامدز المصري مع حراك ونكري الغيني المباراة تقام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة لكن في الشأن الأوروبي والقرى العالمية مباراة اليوم هي الجولة الأولى في دور أبطال أوروبا دوري المجموعات عندنا عدد من المباراة في مباراتنا هيبدأوا الساعة سبعة إلا خمس دقائق أول مباراة دينامو كييف الأوكراني مع اليوفي يوفينتوس الإيطالي زينة سان بيترسبورج الروسي هيلعب مع كلوب بروج البلجيكي والساعة تسعة تشيلس الإنجليزي مع شبلية الأسباني رين الفرنسي مع كراس نودار الروسي برشلونا الأسباني هيلعب مباراة مع بطل المجر فرينكا فروزي أيضا الساعة تسعة لاتسيو الإيطالي مباراة قوي جدا أمام بروسيا دورت ومند الألماني لايبزيج الألماني هيلعب مع باشاك شهير التركي وفي الختام الساعة تسعة أيضا مباراة قمة بين باريس سان جرمان الفرنسي مع منشستر يونيتد الإنجليزي دور الأبطال وعودة مباريات دور الأبطال الأوروبي والنهاردة الجولة الأولى مباريات مصيرة وفي دربيات ومبارات قوية جدا ابتداء من أول جولة لكن بالتأكيد كل النظار وكل الرؤى نحية النادي الأهلي ومبارات المرتقبة إن شاء الله مع الوداد يوم السبت القادم أخرج لفاصل وبعد الفاصل ندخل في تفاصيل الحلقة وعندنا كلام مهم جدا في تريند التريند أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند التريند الكلام اللي جاي ده كلام مهم جدا لأن بإذن الله إن شاء الله بعد مباراة يوم الجمعة مباراة إياب نصف نهاية دورة أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد الكلام ده هيكون حديث كل وسائل الإعلام من بعد يوم الجمعة ومباراة العودة لكن احنا النهاردة نحتاجين نتكلم مع كل جمهورنا في هذا الموضوع وفي هذه التفاصيل عشان منتظرين قرار مهم جدا لازم يصدر الفترة الجاية تحسبا لموقعة النهاية ومباراة النهاية عشان تقدر تحافظ على كل لعبتك الفترة الجاية أبدأ معاكم بكلام 12 امبارح بالليل على الصفحة الرسمية لاتحاد كرة القدم واللي تكلموا فيها على ختام الدوري نهاية أكتوبر الحالي قرر الاتحاد المصر لكرة القدم ختام مسابقة الدور الممتاز لموسم 2019-2020 يوم 29 و31 أكتوبر الحالي مباراة الأهلي الأخيرة هتكون أمام طلاقة الجيش طيب هل الموعيد دي وهل ختم الدور هيكون لإعلاقة بفترات القيد واللي عيبة اللي ممكن تلعب مباراة النهائية أو الأدوار اللي جاية في البطولة الإفريقية لأن الكلام ده ليه علاقة بإيميل وصل من الاتحاد الإفريقي الآن دي اللي هتشارك في نصف النهائي والنهائي بالنسبة المرحلة الجي عشان كده احنا بنفتح الموضوع من دلوقتي وبنتكلم عليه في انتظار قرار يصدر من اتحاد الكرة خلال الساعات الجاية الأمر ده مش هيكون ليه علاقة بيختمل مسابقة فقط لا كمان ليه علاقة بجزئية تانية مهمة جدا بعد مرجع لمنشور الفيفا ليه علاقة بفترات القيد فترات القيد اللي قدامنا هي بتتكلم على فترة القيد الأولى اللي انت بتأيد فيها لعبتك في الفترة الحالية لغاية عشان يشاركوا في الموسم القادم معاك آخر معادي يوم 4 نوفمبر يعني معنى أدك انت خلصت الدوري وفترة القيد الأولى هتنتهي 4 نوفمبر أي لعب انت هتضيفه في القايمة الأولى هيكون معاك في القايمة التانية إلا إذا استبدلته وشلته من عدد الاستبدالات الخمس لعيبة فبالتالي تحسب عليك بالإضافة لده لو لعيب عقده هينتهي ولم يجدد ولم يمدد العقد بعد 4 نوفمبر ما يقدرش يلعب معاك نهاء إفريقيا ممكن البعض يقول لي بس انت كنت تتكلمت عن منشور الفيفا والفيفا كانت قالت كلام تاني في شهر إبريل الماضي أنا هرجع لكم ليه منشور الفيفا قال إيه في الجزئية دي في شهر إبريل الاتحالي الدولي لكرة القدم أصدر منشور من 14 ورقة تحديدا الورقة الرابعة بتتكلم على فكرة أن في حالة المواسم المتدخلة وفترات القيد إذا لم توفق الأطراف أوضحها خلال هذه الفترة وده اللي بيحصل دلوقتي فإن الأولوية تمنح للنادي السابق لاستكمال موسمه للحفاظ على نزاهد وسلامة الدور المحلي ومسابقات الاتحاد والمسابقات القرية بمعنى أدق وأنا بتكلم على فترات القيد اللي قدامنا على الشاشة بعد 4 نوفمبر لازم اتحاد الكورة يتخذ قرار بمد فترة القيد القيمة الأولى لبعد 6 نوفمبر عشان أي لعب عقد امتهى من خلال توصية الفيفا لازم يلعب لكن فترة القيد اللي حطها اتحاد الكورة مع اللي قالوا الاتحاد الإفريق والغلقوا عليه دلوقتي أصبح الموضوع مختلف اختلاف جزئي وكله بمعنى أدق ليه بتكلم في هذه الجزئية طيب عشرة لحضراتكم بالزبط إلا يحصل في هذه الجزئية أولا الاتحاد الإفريقي أرسل يوم الخميس الماضي إيميل لكل الأندية المشاركة في دور الأبطال والكونفيدرالية وقال لهم بالنسبة للمرحلة الجاية عشان اللعيب يشارك معاك في المباريات وفي المسابقات لازم تتوفر عليه عدد من الشروط أول حاجة لازم تكون رخصة مشاركته أو البطاقة الخاصة بمشاركته يكون مستمرة داخل الاتحاد المحلي اللي لسه بيلعب في النادي اللي هو مقيد في صفوفه تاني حاجة أي لعب كان مقيد في الاتحاد في الفترة من 20 يونيو 2019 وفي القيد الثاني بعد التمهيدي 31 يوليو 2019 وفي فترة القيد الثالثة يناير 2021 يلعب المباريات الحالية يبا بالتالي موعد القيد اللي كانت في بداية مسابقة دور أبطال إفريقي في الفترة الحالية في بداية المسابقة لو اللعب مقيد يلعب معاك ما فيش مشكلة بطاقة اللاعب لو لسه في الاتحاد المصري ولسه في الاتحاد الافريقي والرخصة مستمرة يلعب معاك طيب لكن لا يجوز لللاعب غير المقيد بالبطولة يشارك فيه الأدوار النهائية يعني معنى صح لو شلت اللعب من القيمة بعد نهاية الدوري مش يلعب معاك المباراة النهائية وفي النهاية الاتحاد الافريقي قال للأندية عليكم أن تتواصلوا مع الاتحادات الأهلية المعنية لتأكد من صلاحية قيد اللاعبين قبل مشاركتهم وبالتالي هنا الاتحاد الافريقي ادى للتعليمات أن الاندية ترجع لاتحادتها المحلية عشان تتأكد من مشاركة اللعبة في المباراة القادمة وبالتالي منشور الفيفا اللي نشرناه في شهر إبريل إيميل الاتحاد الافريقي ومنشور القيد للاتحاد المصري ضرب بيه عرض الحائط وأصبح الآن أمامك اتجاه واحد فقط إن اتحاد الكورة لازم يغير موعد القيد لإن بالتالي التوصيل أصدرها الاتحاد الدولي الكاف والاتحاد المصري عمل عكسها تماما وبالتالي لازم ترجع للاتحاد المحل بتاعك وتستنى إن معاد القيد يتغير عشان أي لاعب لو أنت بتفكر مش هيكون معاك للموسم اللي جاي وعايز تشيله قبل 4 نوفمبر مش هيكون معاك في النهائي بالإضافة إلى أي لاعب ممكن ما يكونش مقايد أو مش مجددش في عقده معاك مش هيكون معاك في المباراة النهائية الاتحاد المغربي غير موعد القيد على فكرة خلى موعد القيد للموسم الجديد بعد 6 نوفمبر ليه؟ عشان المشكلة دي إزاي أنديت الوداد والرجاء تتغلب عليها الفترة الجاية وبالتالي لازم في مصر يكون فيه قرار الفترة الجاية وهننتظر بعد مباراة الإياب إن شاء الله الجمعة والسبت إن اتحاد الكورة ياخد خطوة ويأجل أو يفتح فترة القيد من بعد 4 ليوم 7 أو 8 نوفمبر بالمناسبة البعض يقولي تابع الاتحاد الإفريقي يبعت إيميل ليه من الخميس قبل مطشات الزهاب بالمناسبة لولا الإيميل اللي اتبعت ده ولولا الخطاب اللي اتبعت بخصوص قانونية مشاركة اللاعبة في الأدوار النهائية بسبب تدخل موعد القيد ونهاية الدوريات كان الوداد المغربي على أعتاب أن يشارك معاه أحد اللاعبين اللي تم أو رفع اسمه من القيمة وهو أشرف داري أشرف داري كان في المؤسكر كان يلعب المباراة لولا هذا الخطاب بالتأكيد عشان حرصا على مشاركة الأندية بشكل قانوني وسليم كان ممكن يشارك لأنه هو مرفوع من القيمة وبالتالي مشاركته هتكون غير قانونية فبالتالي المهم الأمر ده كان لازم ناخد فيه تفاصيل ونتكلم فيه عشان بعد مباراة الإياب يوم الجمعة يكون فيه خطوة إيجابية وتتمد فترة القيد ليوم 6 إن شاء الله أو يوم 7 طيب الأمر الثاني اللي معايا وهتكلم عليه بخصوص إصابات الكورونا اللي بتتعرض لها الأندية الفترة الحالية في البطولة الإفريقية الحمد لله كلينا السابق في برنامج الترند وتكلمنا على هذه الجزئية يوم الأربعة اللي فات قبل ما يطلع هذا الخطاب يوم 14 أكتوبر اتكلمنا وقلنا أن المنشور الطب اللي اتبعت لكل الأندية اللي هتشارك ما حددش رقم معين والأمر هيكون تقديري للجنة الأندية وما ممكن يترفع الأمر للجنة الطوار الخطاب ده اتبعت يوم 14 أكتوبر وتقل الأندية إذا كانت هناك إصابات أكتر من خمسة من الجائز ليك نادي أنك ترسل طلب للتأجيل مش خمسة معناها تأجل لا ترسل طلب للتأجيل طب إيه اللي حصل؟ حصلت إصابات أولا في نادي حراكو ناكر الغيني لأنه موجود في معسكر في مدينة الجديدة المغربية وبالتالي عدد الإصابات كبير لكن النهاردة هيلعم مع بيرامز لأن عدد اللاعبين المتحل المبرى 14 لعب لكن حسنية أغادير المغربي كان تعرض لعدد كبير جدا من الإصابات وصلت لحوالي 6-7 لعبين فبالتالي لما عدد الإصابات زاد عن خمس لعيبة أرسل طلب للاتحاد الإفريقي لتأجيل مباراته اللي أقيمت بالأمس نهضة مركان المغربي في هذا الخطاب الاتحاد الإفريقي حط بقى التفاصيل كلها وشرحها لكل الناس آه ممكن يكون عندك خمس إصابات وتطلب التأجيل لكن الاتحاد الإفريقي ارتأى أن يكون قواعد الفيفا هي الملزمة في إقامة المباريات بمعنى أدق لو عندك 14 لعب متحين بخلاف الإصابات سواء إصابات عضلية أو إصابات كورونا تلعب المباراة 11 أساسي و3 احتياط لأن قواعد الفيفا بتقول المباراة تكون قانونية في حالة أن يكون الاحتياط الحد الأدى من 3 لعبين إلى 12 لعب ده انطبق على حسنية أغادير ونهضة مركان وبالتالي المباراة لعبت ده ينطبق النهاردة على برامد زوحراكو ناكل وحراكو ناكل عيلعب من ما عندهوش جرى 14 لعب لكن هننتظر الموقف بالنسبة لمباراة الزمالك والرجاء المغربي يوم السبت اللي جاي وفريل الرجاء كان جاي المفروض بكرة أجل السفر وأرسل خطاب للاتحاد الإفريقي طالب التأجيل لأنه عنده إصابات كتير إذا العدد البائي في فريل الرجاء أقل من 14 هتتأجل المباراة المتاح لو 14 لعب هتتلعب المباراة نتمنى يا رب السلامة لكل الناس والمباراة تتلعب في توقيتها إن شاء الله ونتمنى يا رب الإذن الله يكون النادي الأهلي في نهاية إفريقي أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل تريند الأهلي ونشوف الحديث والاستعداد بقى بإذن الله على مباراة الوداد يوم الجمعة القادر أهلا بحضراتكم من جديد وفقر التريند الآلي والحديث عن استعداد الأهلي لمباراة الوداد المغربي المباراة مباراة مهمة جدا وعايز أعكد على شيء فريل وداد وصل النهاردة مطار القاهرة الدولي وعلى رأس البعثة سعيد الناصري رئيس النادي وده اندل على شيء بيدل ان فريل وداد مهتم جدا بمباراة العودة وشاف ان لسه في فرص بالنسباله في التأهل للأدوار النقاية فده يخلينا نستعد بشكل قوي ويكون عندنا استعداد قوي جدا لمباراة العودة لان المنافس منافس قوي مباراة الزهب انتهت لكن لازم نركز في مباراة العودة لذلك عايز أتطمن على الفرقة ونشوف الاستعدادات والنهاردة أول تدريب بعد العودة من المغرب قبل 48 ساعة وبالتأكيد الفريق خد يومين راحة والنهاردة الاستعداد ان شاء الله 3 تدريبات الفترة الجاية لغاية مباراة يوم الجمعة لذلك أنا أطير مباشرة إلى مقر النادي الآلي في جزيرة وملعب مختار التتش وزميل العزيز شريف شعبان عشان نطمئن من خلاله على آخر الترتيبات والاستعداد للمباراة القادمة شريف مساء الخير عليك مساء الخير عليك زميل محمد تحياتي لك وتحياتي لكل مشاهدي قناة النادي الآلي في كل مكان من ملعب مختار التتش طبعا واستعداد لمباراة الودادة اللي هتكون يوم الجمعة بإذن الله يمكن بعد راحة استمرت حوالي 48 ساعة ولكن اللاعب محمود وحيد وأحمد الشيخ بالأمس كان فيه تمرينات زيادة مع مدرب الأحمال فهم أخدوا أجازة يوم واحد بس عموما الراجل أو مدرب الأحمال بيشوف النواقص في الفرقة وبيبدأ يشتغل عليها فردي أو جماعي طبعا مع اللاعبين أبدأ لك الأول من جولة مباراة طبعا تلزان لزميل محمد يمكن كابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الآلي بالأمس يمكن في الساعة العشرة صباحا وجولة دون راحة يمكن اللي لسا راجعين من المغرب دون راحة طبعا الكابتن الخطيب ومجلس إدارة تقنوح رسيون إن هم يعملوا جولة ويشوف المنشآت في فرع الشيخ زايد وبالفعل في العشرة صباحا كان متواجد الكابتن الخطيب وبعض من مجلس الإدارة وجولة إنشائية داخل فرع الشيخ زايد كل ما هو جديد لخدمة أعضاء النادي الآلي وبعد الجولة اللي استمرت حوالي ساعتين ونص من الإجهاد يمكن جولة كانت كبيرة جدا داخل فرع الشيخ زايد اتجاهنا إلى فرع مدينة نصر وجولة أخرى أيضا من الإنشاءات داخل مدينة نصر طبعا الآن بها الكابتن محمود الخطيب وبعض من مجلس الإدارة اليوم دون راحة أيضا مجلس الإدارة طبعا الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته ممكن معظمهم كانوا موجودين نهاردة داخل المقر الرئيسي بالجزيرة بيشوفوا بعض الإنشاءات يعني على قدم مصاق شغالين فيها زكاة البوابة الرئيسية أو بعض الإنشاءات داخل البوابة حتى المدرق اللي من خلف اللي يكون فيه غرف ملابس للفريق الأول وبعض فرق النادي يمكن الكابتن خطيب كان حريص يشوف كل هذه الإنشاءات اليوم هو ومجلس إدارته دون راحة كل ده خدمة طبعا لي الفرق الرياضية اللي هتكون مكانها في المدرق اللي من خلفي والإنشاءات اللي بتسعب بيها كل أعضاء نادي الأهلي طبعا طبعا لبرنامج طبعا لبرنامج عائلة الأهلي اللي المجلس خلاص قرر بيخلصوا يمكن بنتبقي حاجات بوسطة جدا الشغل على قدم مصاق كله شغال كله بيعمل يا رب بإذن الله يكون أعضاء كل أعضاء جمهير النادي الأهلي سعداء بما يقدمه مجلس الإدارة لأعضاء النادي الأهلي معك يا زميل محمد اللي التنبيرين هيبدأ بعد قليل معك فأي استفسار طيب مع التجمع اللاعبين كان من إمتى المحاضرة بيتسو المسلماني بدأ فيها من الساعة كام أسمع أن دايما بيتسو بيحب يقعد يتكلم وياخد مدد في فترة المحاضرة مع اللاعبة ممكن تستمر لحوالي ساعة ساعة ونصف كلام للفترة الحالية أكيد كلام مهم جدا التحضير الزهني التحضير النفسي الأجواء اللي عندك في ملعب التتش وكمان مين النهاردة من اللاعبة موجود في التمرين وجاهز بالنسبة لمرحلة الجاية البرنامج بشكل عام النهاردة وما تابعته النهاردة في ملعب التتش يا شريف يمكن النهاردة التجمع كان الساعة الرابع عصر والتمرين كان هيكون في الخامسة مساء ولكن مستر مسماني وباقي الجهاز يمكن النهاردة شكل تاني النهاردة رجل جاي مقشر إلى حد ما ما بيسلمش على حد جاي قافل وشه بلغة القورة زي ما بيقوله قال خلاص بقى الفترة اللي فاتت خلاص انتهت في اليوم استعدادا لمباراة قوية جدا شوت تاني مع الوداد يوم الجمعة المقبل محتاج أخش لقاء بتركيز كامل ما فيش أفراح ما فيش احتفالات أنا عندي مباراة قوية جدا ما عملتش حاجة أنا لسه ما ساعدتش للنهائي لسه خمسين خمسين فرصي ما بيني وبين فريق الوداد فلازم أركز من اليوم بالفعل ان كانت تمرين كانت الساعة الخمسة الساعة خمسة الراجل دخل في محاضرة قال ربع ساعة إلى الآن انك بتتكلم في نص ساعة بقى نص ساعة لسه في المحاضرة الراجل بادئ المحاضرة بكل قوة بش عاوز الفترة مقبلة هزار بش عاوز ضحك عاوز تركيز كامل لهذه المباراة اللي هيستعد كويس جدا في التمرين هلقى نفسه بيلعب هذه المباراة كان لقاء مع محمود قهربة قبل التمرين وسألته جاهز في التمرين قال للنهاردة بإذن الله هشارك بصفة كبيرة جدا وهنزل أتمرن بإذن الله وأنا جاهز لمباراة يوم الجمعة بإذن الله من خلفي طبعا يمكن بدأت نزول فريق النادي الأهلي ينزل إلى أرض التتش بعد محاضرة استمرت حوالي نص ساعة يمكن الراجل ربع ساعة نص ساعة محاضرة طويلة شوية بيركز على كل تفصيلة ما بيسيبش حاجة للظروف بيتكلم في كل كبيرة وصغيرة ما بيسيبش حاجة ما بيتكلمش فيها وبالمناسبة الراجل بعد مباراة الوداد الأخيرة أمر كل لعب النادي الأهلي أنه لازم يشاهدوا مباراة الوداد اللي لعبوها طبعا في المغرب وبنذكر طبعا دولة المغرب طبعا على استضافة كبيرة للنادي الأهلي والترحاب اللي قابلوا به بعثة النادي الأهلي وبالفعل هيلاقوا ترحيب كبير جدا من لحظة السلم لأنهم أصلوا منذ قليل طبعا إلى جمهورية مصر العربية وكان فيه مندوبين من النادي الأهلي في استقبال البعثة وهيلقوا كل ترحاب شديد بإذن الله من النادي الأهلي ومن كل جماهير النادي الأهلي ويكون قرم ديافة بإذن الله موجود إلى أن نتأهل بإذن الله على حسابهم إلى المباراة النهائية فبقولك مستر موسيباني بيسيب حاجة للظروف بدأ من مبارح إذا كان أحمد الشيخ أو محمود وحيد اللي بيزود لهم بعض الأحمال عشان خاطر يجاروا لعبي النادي الأهلي كعربة بإذن الله لزم ما طمنتك وقلتلك هيكون بإذن الله لفرص كبيرة جدا إذا احتاجوا مستر موسيباني في المباراة أفشى بإذن الله ومروان بإذن الله يكونوا جاهزين في مباراة الجمعة طبعا كلها اختيارات فنية لو احتاجها مستر موسيباني بطمنك وبطمن كل جماري النادي الأهلي ضغطة ساعة العمل من اليوم في تركيز شديد جدا إلى المباراة الودادي اللي هتكون يوم الجمعة لسه بعد المرام بإذن الله هنعرف البرنامج اللي بعد هيقوله بقى بكرة في تمرين صباحي ولا هيستمر التمرينات الساعة خمسة إلى المعصر اللي هيكون يوم الخميس بإذن الله مرورا طبعا بليلة مباراة الأهلي والودادي المغربي شريف شعبان زميل العزيز ومراسل قناة النادي الأهلي من ملعب مختار التتش إضاحات ومعلومات كثيرة بالنسبة للمرحلة القادمة اتمؤمننا من خلاله على حالة قهربة أفشى طبعا كمان عدد من اللعيبة وجهزيت بيتسو مع الفري بالنسبة للمبراء القادمة بعد العودة من المملكة المغربية والاستعداد لمباراة العودة أخرج لفاصل وبعد الفاصل تريند الأهلي أهلا بحضراتكم من جديد وتريند الأهلي والحديث عن مباراة العودة أمام الوداد المغربي النهاردة لإدارة النادي الأهلي تلقت خطاب من الاتحاد الإفريقي الاتحاد الإفريقي بيؤكد فيه على اتخاذ نفس الإجراءات الاحترازية اللي تمت فيه مباراة الزهاب بخصوص الشأن الإعلامي وحضور وسال الإعلام مش هيكون فيه حضور لكل وسال الإعلام ويتم السمح فقط للمنصق الإعلامي لكل فريق ومصور خاص لكل نادي وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة من الاتحاد الإفريقي وده اللي تم فيه مباراة الزهاب في المغرب أمام فريق الوداد أيضاً كمان المؤتمر الصحفي قبل وبعد المباراة هيكون مرئياً عبر الإنترنت دون حضور إعلاميين طبعاً الاتحاد الأفريقي يهم أن يكون فيه جمهور ويكون فيه إعلام لكن بسبب انتشار وباء فيروس كورونا فيه إجراءات احترازية في هذا الشعب لكن أروح ليه ترند الأهلي وأول حاجة معايا النهاردة فيه ترند الأهلي من الحساب الرسمي للأهرام على تويتر ويقالوا فيه أن مروان محسن جاهز للمشاركة أمام الوداد فيه إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا إن شاء الله الحالة الطبية والفنية يكون مروان جاهز بنسبة 100% برضو من الصفحة الرسمية لسوبر كورو على الفيسبوك كتبوا اختبار طبي اليوم يحدد مشاركة قهربة في تدريبات الأهلي زمينة شريف شعبان اتكلم مع قهربة واطمأن من خلاله على جهزيته للمشاركة في تدريبات الجماعية والكابتن سيد بالأمس في أكتر من مداخلة وفي ظهوره عبر قناة الأهلي قال إن قهربة هيكون جاهز إن شاء الله لمباراة العودة ماجي كانوا من الصفحات الجمالية حط صورة للأميرة السمراء كأس دور أبطال إفريقيا وقالوا من أجل المجد يا رجالة من أجل صناعة التاريخ يارب البطولة تكون من نصيب الأهلي أيضا كمان من صفحة الأهلي بليارز على الإنستجرام ما كتبوا بعد تسجيل علي معلول هدف أمام الوداد المغربي أصبح اللاعب حاليا في المركز الثالث برصيد تسع أهداف مع النادي الآلي في البطولات الإفريقية ليعزز مركزه في قائمة الهدفين الأجارب في الصدارة طبعا الأنجولي فلافيو 18 هدف المغربي وليد أزارف في المركز الثاني 13 هدف وعلي معلول الزهير الأيصر في المركز الثالث بـ 9 أهداف رقم جيد جدا لهذا المركز ولهذا اللاعب في النادي الآلي أيضا كمان من صفحة الآلي اليوم من الصفحات الجمهرية كتبوا وقالوا رسالة جميلة جدا الحجر المفقود لتصبح اسما لا ينسى في القلعة الحمراء يا معلول أفريقيا يا علول الحجر المفقود هنا المقصود بيه كأس أو البطولة الإفريقية دورة أبطال إفريقيا والأميرة السمراء عشان تكون البطولة الغائبة بالنسبة لعلي معلول إن شاء الله السنادي تكون من ضمن رصيد البطولات لعلي معلول مع النادي الآلي أيضا كمان من صفحة تيالا كورة على الفيسبوك نشروا تصريح لسيارة اللواء علي درويش مدير استاد القاهرة وقال إن الملعب جاهز لاستقبال المباريات مباريات الأهل والزمالك الإفريقية وهناك سيانة مستمرة في الملعب وجهزون لاستقبال الجماهير سواء بحضور خمس تلاف أو عشر تلاف وملتزمون بتطبيق قفة الإجراءات الاحترازية احتمال لحضور الجماهير ده يبقى صعب جدا لأن في النهاية هو قرار الاتحاد الإفريقي تبقى للإجراءات الاحترازية اليوم السابع قال للأهل بيقرر عودة ناصر ماهر وعمار حمدي ومحمد شريف وأيضا كمان محمد عبد المنعم في الموسم الجديد مسألة الانتقالات والتعاقدات والإعراض كل هذا الأمر مؤجل للفترة اللي جاية بعد ما نخلص دور أبطال إفريقيا فيه كلام ممكن يكون صح فيه كلام ممكن ولسه فيه كلام تاني الفترة الجاية في النهاية فيه جهاز فني بعد ما يخلص بطولة أفريقيا هيشوف احتياجاته للموسم اللي جاي لما يشوف الاحتياجات وقتها هيشوف التعاقدات ويشوف اللعيب المعارة ويبقى عنده أولويات بالنسبة للمرحلة اللي جاي أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل للفقرة الأخيرة من برنامج الترند وبالتأكيد أن نعرض مشاركاتكم بخصوص أفضل مباراة للأهلي في دور أبطال إفريقيا حتى الآن أهلا بحضراتكم من جديد وسريعا وقتنا بيجري طبعا بسرعة نستعرض مع حضراتكم مشاركات الجماهير واستطلاع الرأي على فكرة أفضل مباراة أداها الأهلي أو من وجهة نظركوا في دور أبطال إفريقيا السنة أول حاجة معايا هشام سعد بيقول الوداد أول مباراة ثم ساندونز العودة ثم النجم في مباراة الزهاب في رادس ثم الهلال مباراة العودة آخر مواطش في دور المجموعات أديب بيقول تحت قيادة فيلر مباراة ساندونز في القاهرة تحت قيادة موسماني مباراة الودادة في المغرب سيد سيد بيقول لقاء النجم في دور المجموعات تبرى أردنا كان أحلى ماتش أيضاً كمان حسن هيرو بيقول من المنصورة هو أفضل مباراة لمباراة الوداد لقاء الزهاب في السمي فاينال رأيي كمان أحمد عادل بيقول رأيينا نقاتل في المباراة المتبقياتين عشان تبقى بطولة عظيمة الجمهور مش هيفتكر ماتش الجمهور هيفتكر بطولة رأيي محترم إهاب أحمد بيقول لسه شوية إن شاء الله تكون المباراة النهائية طيب معنا كمان عواطف زكي بتقول مباراة الوداد الأخيرة كانوا رائعين ربنا يحفظ الأبطال وحيد بيقول ماتش سانداونز رايح جاي والوداد والنجم الماتشين حلوين بس طرد أي من أثر معنا ماشي جوبة آخر حاجة بيقول مباراة الوداد كانت من أفضل المباراة قدر الإمكان بنحاول يعني ناخد كل أراء الجماهير لكن لأسف وقتنا بيجري معاك بسرعة كل التوفية رب للأهلي في مباراة القيام يوم الجمعة القادم المباراة على أستاذ القاهرة الساعة التاسعة مساء وكل التوفية رب لتخطي هذه العقبة والتأهل إلى مباراة نهائي دور أبطال إفريقيا بشكركم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة وغدا بإذن الله ألتقي بكم في برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء